السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم نود اليوم أن نتناول نصا لغويا بالتحليل النحوي للتدريب على مهارات الأعراب وقع اختيارنا اليوم على نص من كتاب البخلاء للجاحظ سنقرأ النص أولا أو سنقرأ بعض الفقرات ثم بعد ذلك نتناولها بالتحليل يروي الجاحظ عن رجل يدعى محمد بن يسير ومحمد بن يسير يروي عن وال كان بفارس أي أن هذه القصة متعلقة بهذا الوال فيقول الراوي بينا هو يوما في مجلس وهو مشغول بحسابه وأمره هذه هي الفقرة مبتدئة بالفعل قال وهذا الفعل يتطلب فاعلا ومفعولا وكثيرا ما نجد المفعول جملة محكية قال أي الراوي محمد بن يسير ماذا قال الذي قيل هو ما نسميه مقول القول بينا هو يوما في مجلس بين وبينما ظرفان يفيدان الزمان الماضي وهما مبنيان في محل نصب يقول بينا هو يوما في مجلس أتى بعد بينا جملة اسمية مبتدئة بالضمير هو وهو ضمير مبني على الفتح في محل رفع لأنه مبتدأ بينا هو يوما في مجلس إذا أعدنا ترتيب هذه الجملة وهي جملة الشرط سنقول هو في مجلس يوما وعلى هذا الأساس الخبر هو شبه الجملة في مجلس وكلمة يوما ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة يقول بينا هو يوما في مجلس وهو مشغول بحسابه وأمره الواو هنا واو الحال لأن المعنى حالة كونه مشغولا بحسابه وأمره وهذه الجملة الحالية جملة اسمية مبتدئة بمبتدئ الضمير هو ثم خبر وهو مشغول بحسابه وأمره طبعا بحسابه جار ومجرور ومضاف إليه وكلمة أمره معطوفة عليها يقول وقد احتجب جهده قد هنا تفيد معنى التحقيق والتوكيد احتجب فعل ماض مبني على الفتح والفاعل مستتر تقديره هو عائد على الوالي وأما كلمة جهده فلك أن تعربها إعرابين الأول أن تكون مفعولا مطلقا لفعل محذوف تقديره جهد جهده والإعراب الثاني أن تكون حالا مؤولا بمشتق أي احتجب جاهدا يقول بعد ذلك إذ نجم شاعر من بين يديه إذ هنا يسمونها إذ الفجائية وإذ الفجائية وإذا الفجائية حرفان مبنيان لا محل لهما من الأعراب وقد جاءت إذ هنا في صدر جملة الجواب وأتى بعدها جملة فعلية إذ نجم شاعر من بين يديه نجم أي ظهر شاعر فاعل مرفوع من بين يديه جار ومجرور ومضاف إليه والهاء أيضا في يديه مضاف إليه آخر فأنشده شعرا الفاء هنا للعطف والمقصود التعقيب أي إتيان أمر بعد أمر آخر على وجه السرعة فأنشده شعرا أنشد فعل ماض مبني على الفتح فاعله مستتر تقديره هو عائد على الشاعر والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به أنشده شعرا إذن كلمة شعرا هذه مفعول به ثاني ثم يتطرق إلى وصف الشعر يقول شعرا مدحه فيه فهذه جملة وصفية ونحن نعرف أن الجمل بعد النكرات صفات مدحه فيه مدح فعل ماض مبني على الفتح والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به والفاعل مستتر تقديره هو عائد على الشاعر وقرضه ومجده جملتان معطوفتان على جملة مدحه والتقريض المقصود به المدح وكلمة الجهد التي أتت في هذه الفقرة معناها الطاقة والوسع وهناك كلمة أخرى مشابهة وهي الجهد وتعني المشقة يقول في الفقرة التالية فلما فرغ قال قد أحسنت لما أدات شرط غير جازمة فعل الشرط هو الفعل فرغ وفعل الجواب هو الفعل قال فلما فرغ قال قد أحسنت وقد أحسنت جملة مقول القول في محل نصب مفعول به ثم أقبل على كاتبه فقال ثم حرف عطف أقبل على كاتبه جملة فعلية تبتدئ بفعل ماض مبني على الفتح والفاعل مستتر تقديره هو وعلى كاتبه جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بالفعل أقبل فقال الفاء هنا أيضا العطف أعطه عشرة آلاف درهم هذه الجملة هي جملة مقول القول وقد أكدنا مرارا على أنها في محل نصب مفعول به وأما إعرابها من الداخل فهي تبتدئ بفعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وهو الفعل أعطى لكنه هنا فعل أمر أعطه وعليه فالفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت والآن أين المفعولان المفعول الأول هو الهاء في كلمة أعطه أي ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به أعطه ماذا عشرة آلاف درهم المفعول الثاني هو كلمة عشارتا ونلاحظ أنه إذا كان المعدود مذكرا فلابد أن نفتح الشين فنقول عشرتا وإذا كان المعدود مؤنثا يجب أن نسكن الشين كما في قوله تعالى وليال عشر وعشرة عدد يتطلب تمييزا وتمييزه جمع مجرور كما في قوله تعالى كما قلنا سابقا وليال عشر وتمييزه هنا هو كلمة آلاف وهي أيضا عدد يتطلب تمييزا لكن تمييزها مفرد مجرور ولذلك نقول أعطه عشرة آلاف درهم مع العلم أيضا أننا يمكن أن نعربها أيضا مضافا إليه فنقول إن كلمة آلاف مضاف إليه وكلمة درهم أيضا مضاف إليه يقول بعد ذلك ففرحا والفاء هنا للعطف ففرح الشاعر الشاعر فاعل مرفوع فرحا وفرحا كما هو معلوم مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة فرحا قد يستطار له جملة قد يستطار له جملة وصفية وصفت هذا الفرح فلماذا هي نعت؟ لأنها جملة أتت بعد نكرة والجمل بعد النكرات صفات أما هذه الجملة نفسها من الداخل فهي مكونة من فعل مبني للمجهول ثم نائب فاعل والمقصود بقوله يستطار أي يذعر منه أو يخاف منه وهذه الكلمة تأتي بالبناء للمجهول فيقال استطير فلان فهو مستطار يقول بعد ذلك فلما رأى حاله قال وإني لأرى هذا القول قد وقع منك هذا الموقع اجعلها عشرين ألف درهم هذه جملة شرطية ابتدأت بلما الحينية ولما الحينية تعني وجود الجواب لوجود الشرط وهي ظرف مبني على السكون في محل نصب ظرف يفيد معنى الشرط ويخفض جملة الشرط وينصب بفعل الجواب كما هو الحال في الظرف السابق الذي تحدثنا عنه وهو بينا فلما رأى حاله رأى هنا رأى بصرية أي أنها تنصب مفعولا به واحدا وهو حاله وجملة رأى حاله لأنها أتت بعد الظرف فإنها في محل جر مضاف إليه قال وإني لأرى قال هنا هي جملة الجواب والفعل قال يتطلب مقول القول وهي الجملة وإني لأرى هذا القول قد وقع منك هذا الموقع جملة جملة مبتدئة بإنها إنها تنصب اسمها وترفع خبرها واسمها هوياء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل نصب وخبرها هو الجملة الفعلية لأرى هذا القول قد وقع منك هذا الموقع جملة مبتدئة بالفعل أرى ورأى قد تكون بصرية فتنصب مفعولا به واحدا وقد تكون قلبية من أخوات ظن فتنصب مفعولين لكنها هنا رأى بصرية وإني لأرى هذا القول الفاعل هنا مستتر وجوبا تقديره أنا والمفعول به هو اسم الإشارة هذا وكلمة القول بدل من اسم الإشارة منصوب وعلامة نصبه الفتحة وجملة قد وقع منك هذا الموقع جملة حالية لأنها أتت بعد كلمة معرفة وهي كلمة القول وأما هذه الجملة من الداخل قد وقع منك هذا الموقع قد وقع ما الذي قد وقع هذا القول إذن الفاعل مستتر تقديره هو عائد على القول قد وقع منك هذا الموقع وكلمة هذا تعرب نائبا عن المفعول المطلق الذي هو الموقع وكلمة الموقع بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة يقول اجعلها عشرين ألف درهم الفعل جعل من أخوات ظن ينصب مفعولين المفعول الأول هو ها المفعول الأول هو الضمير ها والمفعول الثاني هو عشرين وهو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم كما هو الحال في ألفاظ العقود وألفاظ العقود تتطلب تمييزا مفردا منصوبا ولذلك جاءت كلمة ألف منصوبة كما قال اجعلها عشرين ألف درهم وتمييز الألف يأتي مفردا مجرورا ولذلك يقول اجعلها عشرين ألف درهم يقول بعد ذلك وكاد الشاعر يخرج من جلده كاد تعمل عمل كان لكن النحاة جعلوها بابا مستقلا لأن خبرها يكون جملة فعلية وبالتحديد يكون فعلا مضارعا قد يقترن بأن وقد لا يقترن بأن وأما كاد فيقل اقتران خبرها بأن كما في قول المثل المشهور يكاد المريب يقول خذوني وكاد هنا أيضا لم يقترن خبرها بأن كما قال وكاد الشاعر يخرج من جلده فالشاعر اسم كاد مرفوع وعلامة رفعه الضمة وجملة يخرج من جلده خبر كاد في محل نصب فلما رأى فرحه قد تضاعف قال قلنا من قبل إن لما ظرف يفيد معنى الشرط غير الجازم ويسمونها لما الحينية أي أنها بمعنى حين ظرف يفيد الزمان الماضي فلما رأى فرحه جملة رأى فرحه في محل جر مضاف إليه لأنها أتت بعد الظرف وما يأتي بعد الظرف يكون مضافا إليه دوما ورأى هنا بصرية أي أنها تنصب مفعولا واحدا وهو فرحه والهاء إذا اتصلت بالاسم أو الضمير عموما إذا اتصل بالاسم فهو مضاف إليه في محل جر وجملة قد تضاعف جملة حالية لأنها أتت بعد اسم معرفة والجمل بعد المعارف أحوال يقول بعد ذلك قال وإن فرحك قال هنا هو فعل الجواب للظرف لما الحينية وإن فرحك لا يتضاعف على قدر تضاعف القول إن أداة ناسخة تنصب اسمها وهو فرحك والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه لا يتضاعف اللام هي لام التوكيد والفعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم لا يتضاعف على قدر تضاعف القول على حرف جر وقدر اسم مجرور وتضاعف مضاف إليه والقول مضاف إليه أعطه يا فلان أربعين ألفا أعطه كما قلنا من قبل فعل ينصب مفعولين والمفعول الأول هو هاء الغائب أربعين ألفا كلمة أربعين هي المفعول الثاني منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وكلمة ألفا تمييز منصوب لكلمة أربعين وأما النداء الذي أتى بين المفعولين وهو جائز فالمنادى فيه مبني على الضم في محل نصب وهو نكرة مقصودة لأنه قصد شخصا بعينه يقول فكاد الفرح يقتله أعربنا كاد من قبل وقلنا إنها تعمل عمل كان فترفع اسمها وتنصب خبرها ويقل اقتران خبرها بأن وأما جملة الخبر فهي يقتله مكونة من فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وهو ضمير الغائب ألها فلما رجعت إليه نفسه قال له هذه جملة شرطية ابتدأت بلما الحينية كما قلنا من قبل فلما رجعت إليه نفسه وهذه أيضا جملة فعلية في محل جر لأنها أتت بعض الظرف وكلمة نفسه هي الفاعل لأنها هي التي رجعت فلما رجعت إليه نفسه قال له قال هو فعل الجواب قال له أنت جعلت في ذاك رجل كريم هذه جملة مقول القول ابتدأت بأنت وهو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ رجل كريم كلمة رجل هي الخبر وكريم نعت له وأما الجملة الاعتراضية جعلت في ذاك فهي لا محل لها من الأعراب ومن أشهر الجمل التي لا محل لها من الأعراب الجملة الاعتراضية وجملة الصلة التي تأتي بعد الاسم الموصول والجملة الابتدائية والفعل الجعل فعل مبني للمجهول ويمكن أن نتصور أصل الجملة كالآتي جعلني الله في ذاك جعل من أخوات ظن تنصب مفعولين وإذا أردنا أن نبني الفعل للمجهول فهذا يعني أننا سنحذف الفاعل ثم نجعل المفعول به الأول نائبا للفاعل ويبقى عندنا المفعول الثاني جعلت التاء هنا تاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل وفي ذاك مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف والكاف كاف الخطاب ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه لأن الضمائر المتصلة بالأسماء مضاف إليه يقول بعد ذلك وأنا أعلم أنك كلما رأيتني قد ازددت فرحا زدتني في الجائزة هذه جملة اسمية ابتدأت بالضمير أنا وهو في محل رفع مبتدأ أعلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفعل علم من أخوات ظنة أي أنه ينصب مفعولين فأين هما المفعولان؟ لم يأتي هنا مفعولان ولكن نابعا هما مصدر مؤول من أن واسمها وهو كاف الخطاب وخبرها وهي جملة الشرط الآتية بعده كلما رأيتني قد ازددت فرحا زدتني في الجائزة هذه الجملة الشرطية هي خبر أن فأن وما دخلت عليه حلت محل مفعولي علم وإذا أردنا أن نعرف المصدر المؤول فلنا أن نؤوله كالآتي وأنا أعلم كونك كلما رأيتني قد ازددت فرحا زدتني في الجائزة ننتقل الآن إلى جملة الخبر وهي جملة شرطية ابتدأت بظرف الزمان كلما الذي يفيد تكرر الجواب لتكرر الشرط لكن ينبغي أن نتنبه إلى أن الظرف كلما لا يجوز أن يتكرر في الكلام فلا يجوز أن يقال كلما رأيتني قد ازددت فرحا كلما زدتني في الجائزة كلما ظرف زمان يتضمن معنى الشرط غير الجازم وهو خافض لشرطه منصوب بجوابه كحال كل الظروف التي تحمل معنى الشرط والجملة الآتية بعده وهي جملة الشرط في محل جر مضاف إليه رأيتني قد ازددت فرحا رأى هنا بصرية أي أنها تنصب مفعولا واحدا وفاعلها هو تاء الفاعل رأيتا بعض الطلاب قد يقول إن الفاعل ضمير مستتر في حين أن الفاعل ليس ضميرا مستترا بل هو ضمير بارز رأيتا هو ضمير بارز لكنه متصل بالفعل رأيتا تاء الفاعل ضمير مبني على الفتح في محل رفع ونلاحظ أيضا أن الفعل الماضي بني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل نرجع إلى المفعول كلما رأيتني الياء هنا هي ياء المتكلم وهي تختلف عن ياء المخاطبة ياء المتكلم تعود على المتكلم وليس على المخاطب هذا هو الفرق الأول الفرق الثاني أن ياء المتكلم تكون في محل نصب مفعولا به وياء المخاطبة تكون في محل رفع فاعلا الفرق الثالث أن ياء المتكلم تسبق بنون الوقاية المقصود بنون الوقاية هي النون التي تقي الفعل من الكسر الذي قد تسببه الياء فإذا قلت رأيتني فالياء الموجودة في الفعل هنا هي ياء المتكلم وإذا قلت ترين فهذه الياء هي ياء المخاطبة وهي لا تدل إلا على المؤنث في حين أن ياء المتكلم قد تدل على المذكر وعلى المؤنث وعليه فهذه الياء هي المفعول به وتعود على الشاعر ثم يصف الشاعر وصفا بعد ذلك قائلا قد ازددت فرحا هذه جملة وصفية ثم يبين حال الشاعر بعد ذلك بجملة حالية تقول قد ازددت فرحا لماذا هي جملة حالية وليست جملة وصفية لأن هذه الجملة متعلقة بياء المتكلم وياء المتكلم ضمير أي أنه معرفة والجمل بعد المعارف أحوال وأما هذه الجملة من الداخل فيقول فيها ازددتو ازدادة فعل ماض مبني عن الفتح لكنه هنا بني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل تاء الفاعل هنا تدل على المتكلم ولذلك هي ضمير مبني على الضم في محل رفع والفعل ازداد فعل لازم أي أنه يكتفي برفع فاعله وجاء بعده اسم جامد اسم جامد وهو فرحا مصدر من الفعل فرح يفرح فرحا وكلمة فرحا تبين نوع الزيادة التي يزدادها الشاعر وعلى هذا الأساس هو تمييز تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة زدتني في الجائزة هذه جملة جواب الشرق كلما رأيتني قد ازددت فرحا زدتني في الجائزة الفعل زاد فعل ثلافي أجوف ينصب مفعولين نقول يزيد الله الذين اهتدوا هدى يزيد الله الله لفظ الجلال فاعل الذين اهتدوا مفعول به أول وهدى مفعول به ثان غير أن الفعل هنا نصب مفعولا به واحدا وحذف المفعول به الثاني زدتني المفعول هوياء المتكلم التي أتت بعد نون الوقاية كما قلنا سابقا وفي الجائزة جار ومجرور يقول بعد ذلك وقبول هذا منك لا يكون إلا من قلة الشكر له واضح أن هذه جملة اسمية ابتدأت بكلمة قبول التي هي مبتدأ وهذا مضاف إليه ومنك جار ومجرور وقبول هذا منك ماذا لا يكون إلا من قلة الشكر له هذه جملة الخبر جملة اسمية ابتدأت بالفعل الناسخ يكون وهو فعل مرفوع لأن لا أن فيه قبله لا تعمل فيه لا أن فيه ليس لها عمل إعرابي ولذلك يكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة واسم يكون ضمير مستتر تقديره هو لا يكون هو وقبول هذا منك لا يكون هو أي هذا القبول إلا من قلة الشكر له هذا أسلوب السفناء ناقص منفي ناقص منفي أي أننا إذا حذفنا لا وإلا ستصير الجملة مفهومة وسليمة لنجرب أن نحذف لا وإلا فستكون الجملة وقبول هذا منك يكون من قلة الشكر له وهذا يعني أن هذا الأسلوب ناقص منفي وخبر يكون هو شبه الجملة من قلة الشكر له يعني سنقول خبر شبه جملة في محل نصب للفعل الناسخ يكون ثم دعا له وخرج قال فأقبل عليه كاتبه كاتبه فاعل لأنه هو الذي أقبل وطبعا هذه الجملة في محل نصب مقول القول فقال الفاؤل العطف وقال فعل مضمم على الفتح يتطلب فاعلا ضمير مستتر تقديره هو عائد على الكاتب ماذا قال سبحان الله سبحان الله جملة فعلية لأن كلمة سبحان مفعول مطلق فعله سبح وهو مصدر ملازم للنصب على المصدرية أي أنه لابد أن يكون هكذا سبحان الله وقول النحا ملازم للنصب على المصدرية أي أنه دائما ما يعرب مفعولا مطلقا لأن كلمة مصدر عند النحاة تعني مفعولا مطلقا يقول هذا كان يرضى منك بأربعين درهما طبعا هذا كله من ضمن جملة مقول القول هذا كان يرضى منك هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ فأين الخبر كان يرضى منك إلى آخره خبر جملة اسمية ابتدأت بكانة التي هي فعل ناسخ يدخل على الجملة الاسمية فيرفع المبتدأ ويصير اسمها وينصب الخبر ويصير خبرها فأين خبر كان ضمير مستثر تقديره هو عائد على هذا أي كان هذا يرضى منك ويرضى منك جملة الخبر خبر كان في محل نصب يرضى منك بأربعين درهما طبعا كلمة أربعين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ودرهما تمييز لأربعين لأننا نعلم أن تمييز العقود مفرد منصوب هذا كان يرضى منك بأربعين درهما تأمر له بأربعين ألف درهم تأمر له فعل مضارع مرفوع أين فاعله؟ مستثر وجوبا تقديره أنت بأربعين ألف قلنا إن تمييز العقود مفرد منصوب وعليه كلمة ألف جاءت مفردة ومنصوبة بأربعين ألف درهم لماذا قلنا درهم بالجر؟ لأن تمييز الألوف مفرد مجرور قال ويلك ويلك مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهذا المصدر الويل يكثر إضافته إلى الضمائر ويعرب حينها مفعولا مطلقا كما هو الحال هنا يقول وتريد أن تعطيه شيئا الفعل تريد مضارع مرفوع ثم جاء بعده أن وفعل مضارع الفعل تريد فعل مضارع مرفوع أين فاعله؟ طبعا ضمير مستثر تقديره أنت أين مفعوله؟ تريد ماذا؟ أن تعطيه أن تعطيه مصدر مؤول مؤول يعني مفسر مفسر بماذا؟ مفسر بمصدر صريح ما المصدر الصريح؟ الذي فسرنا به هذا المصدر المؤول إعطاء أي وتريد إعطاءه شيئا إذن هذا مصدر مؤول في محل نصب مفعول به وأما الفعل تعطي فينصب مفعولين المفعول الأول هو هاء الغائب والمفعول الثاني هو كلمة شيئا وبالطبع هذا أسلوب استنكار قال وَمِنْ إِنْفَاذِ أَمْرِكَ بُدٌ هي جملة استفهامية المقصود بها النفي أي لا يوجد بد من نعيد ترتيبها لا يوجد مفر من أن أنفذ أمرك هذه الجملة ابتدأت بالخبر وهو شبه الجملة من إنفاذي ثم أتى المبتدأ مؤخرا وهو كلمة بد وإذا أعدنا ترتيبها سنقول وبد من إنفاذ أمرك لكنها لا يجوز أن تكون بهذا الشكل لأننا لا نستطيع أن نبتدأ بالنكرة أي أن نجعل المبتدأ نكرة إلا إذا كان هناك مسوّغ ومن هذه المسوّغات أن يتقدم الخبر على المبتدأ قال يا أحمق كلمة أحمق منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه نكرة مقصودة نكرة أي ليس علما ومقصودة أي يحدد شخصا ما أو وصفا لشخص ما دون أن يحدد اسمه يقول إنما هذا رجل سرنا بكلام إن دخلت عليها ما وما تكفها عن العمل ولذلك يسمونها ما الكافة يعني إذا دخلت على إن تبطل عمل إن فلا يكون لها عمل وعلى ذلك الجملة الآتية بعدها جملة اسمية عادية مكونة من مبتدأ وخبر هذا رجل هذا مبتدأ ورجل خبر سرنا بكلام جملة فعلية أتت نعتا لكلمة رجل لأن الجمل بعد النكرات صفات سرنا بكلام الفعل سر فعل ماض مبني على الفتح وناء المتكلمين ضمير مبني في محل نصب مفعول به وهي تختلف عننا الفاعلين نالفاعلين إذا دخلت على الفعل لا بد أن يبنى الفعل على السكون ونحن نلاحظ هنا أن الفعل لم يبنى على السكون ولكنه لا يزال مبنيا على الفتح وهذا يعني أننا هنا هينا المتكلمين التي تعود على المفعول به سرنا بكلام أي سرنا هو بكلام وسررناه بكلام سررناه هذه ناء الفاعلين والدليل على ذلك أن الفعل بني على السكون سررناه سررنا أي نحن لأنها تعود على الفاعلين سررناه الهاء هنا هي هاء المفعول به ضمير مبني على الضم في محل نصب بكلام جار ومجرور متعلق بالفعل سر هو حين زعم أني أحسن من القمر وأشد من الأسد وأن لساني أقطع من السيف وأن أمري أنفذ من السنان جعل في يدي من هذا شيئا كل هذه جملة اسمية ابتدأت بالضمير هو الذي هو مبتدأ مبني في محل رفع والآن نحن نبحث عن الخبر الخبر هو جعل في يدي من هذا شيئا الخبر هو جملة فعلية أتت في نهاية الفقرة أو في نهاية الجملة فإذا أعدنا ترتيب هذه الجملة سنقول هو جعل في يدي من هذا شيئا حين زعم أني أحسن من القمر وأشد من الأسد وأن لساني أقطع من السيف وأن أمري أنفذ من السنان هذه هي الجملة هو جعل في يدي من هذا شيئا حين حين ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة والجملة الآتية بعده في محل جر مضاف إليه الجملة الآتية بعده تبتدئ بالفعل زعم الذي هو من أخوات ظن أي أنه ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر المقصود أن ظن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فتجعل المبتدأ مفعولا به أولا والخبر مفعولا به ثانيا وجملتنا هنا أنا أحسن من القمر دخلت عليها زعم فصارت زعم أني أحسن من القمر نلاحظ هنا أن زعم لم تنصب مفعولين ولكن ماذا حدث؟ ناب عن المفعولين مصدر مؤول من أن واسمها وخبرها أن ثم يا المتكلم ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن وأحسن خبر إن مرفوع علامة رفعه الضم وأن وما دخلت عليه حلت محل مفعولا زعم والمصدر المؤول هنا لنا أن نؤوله كما يأتي زعم كوني أحسن من القمر ثم عطف بعد ذلك وأشد من الأسد وهذه الواو واو لعطف المفردات لأنها عطفت كلمة أشد على كلمة أحسن ثم أتى بعدها وأن لساني أقطع من السيف هذه الواو هذه المرة لعطف الجمل لأنها عطفت جملة وأن لساني أقطع من السيف على جملة أني أحسن من القمر وأن أمري أنفذ من السنان أيضا جملة معطوفة على ما سبق جعل في يدي من هذا شيئا هذه الجملة كما قلنا سابقا هي جملة الخبر والآن نريد أن نعرف إعرابها تفصيلا جعل هنا من أخوات ظن أي أنها تنصب مفعولين أين المفعول الأول علينا أن نعيد ترتيب الجملة جعل في يدي من هذا شيئا كان أصلها جعل شيئا من هذا في يدي جعل دخلت على الجملة الإسمية التي كانت شيء من هذا في يدي وهذه الجملة الإسمية شيء من هذا في يدي ابتدأت بكلمة شيء وهي مبتدأ لكنها نكرة فكيف يجوز أن نجعل المبتدأ نكرة لا يجوز أن نجعل المبتدأ نكرة إلا إذا كان هناك مسوّغ يجعله نكرة ومن المسوّغات الوصف وجاء الوصف هنا شبه جملة من هذا فعبارة من هذا شبه جملة في محل رفع نعت لكلمة شيء وفي يدي أيضا شبه جملة في محل رفع لكنه خبر لكلمة شيء شيء من هذا في يدي فإذا أدخلنا كلمة جعل على هذه الجملة سيكون المبتدأ مفعولا به أولا والخبر مفعولا به ثانيا جعل شيئا من هذا كلمة شيء مفعول به أول ومن هذا نعت لهذا المفعول نعت في محل نصب وفي يدي شبه جملة في محل نصب مفعول به ثاني يقول بعد ذلك ألسنا نعلم أنه قد كذب هذا أسلوب استفهام استفهام منفي ألسنا وليس من أخوات كان ترفع اسمها وتنصب خبرها ألسنا ناهنا ضمير مبني في محل رفع اسم ليس فأين خبر ليس خبر ليس هو الجملة الفعلية نعلم أنه قد كذب جملة فعلية في محل نصب وهذه الجملة ابتدأت بالفعل نعلم وهو من أخوات ظنة التي تنصب مفعولين لكن لا يوجد مفعولان بل حل محلهما مصدر مؤول من أنه واسمها وخبرها أنه قد كذب أي نعلم كونه كذب أو نعلم كونه قد كذب وأنه جاء بعدها ضمير الغائب وهو اسمها ضمير مبني في محل نصب وقد كذب جملة فعلية في محل رفع خبر أنه يقول ولكنه قد سرنا حين كذب لنا لكن من أخوات إنا أي أن ضمير الغائب في محل نصب خبر لكن وجملة قد سرنا حين كذب لنا هي جملة الخبر في محل رفع وإعرابها تفصيلا سرنا فعل ماض مبني على الفتح ونا هنا ناء المتكلمين في محل نصب مفعول به والفاعل مستتر تقديره هو وحين ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة وكذب لنا جملة فعلية أتت بعد الظرف في محل جر مضاف إليه يقول بعد ذلك فنحن أيضا نسره بالقول هذه جملة اسمية ابتدأت بالضمير نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدأ أين الخبر؟ الخبر هو الجملة الفعلية نسره بالقول نسر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به وبالقول جار ومجرور يبقى لنا كلمة أيضا وهي تعرب مفعولا مطلقا للفعل آضاء أيضا لكن فعلها يحذف وجوبا يقول ونأمر له بالجوائز وهي جملة في محل رفع لأنها معطوفة على الخبر السابق نسره بالقول وإن كان كذبا أي وإن كان فعلنا السابق كذبا ما هو فعلنا نسره بالقول ونأمر له بالجوائز فاسم كان ضمير مستتر تقديره هو عائد على الأفعال السابقة كذبا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة فيكون كذب بكذب يكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لكن هذا الفعل هنا تام أي يرفع فاعلا فقط لأنه بمعنى حدثا كما في قولك كان الله ولم يكن شيء قبله كان الله كان هنا فعل مضمن على الفتح والله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهنا أيضا كان تام فيكون كذب أي فيحدث كذب بكذب الجار والمجرور هنا نعة لكلمة كذب الأولى فيكون كذب أي فيحدث كذب بكذب وقول بقول فأما أن يكون كذب بصدق وقول بفعل فهذا هو الخسران الذي ما سمعت به فأما الفاء هنا للتفريع وأما حرف شرط وتفصيل أي يحمل معنى الشرط ويفصل الأمر الآتي بعده فأما أن يكون نحن نعلم أن من أنواع المصادر المؤولة أن والفعل المضارع الآتي بعدها ولذلك فقوله فأما أن يكون كذب بصدق المقصود به فأما كون كذب بصدق أي فأما حصول كذب بصدق أو حدوث كذب بصدق وقول بفعل وعليه فالمصدر المؤول أن يكون مبتدأ فأين خبره؟ خبره هو الجملة الإسمية بعد الفاء الرابطة فهذا هو الخسران الذي ما سمعت به هذه هي جملة الخبر المبتدأ هو المصدر المؤول أن يكون والخبر هو الجملة الإسمية فهذا هو الخسران الذي ما سمعت به وهذه الجملة الإسمية أيضا مكونة من مبتدأ وهو اسم الإشارة هذا وضمير فصل هو والخسران خبر هذا مرفوع وعلامة رفع الطمة وكلمة الذي نعت أو بدل وهو اسم موصول أتت بعده جملة لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول وإلى هنا نكون قد أنهينا إعراب النص وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته